اهلا بكم في درس جديد من دروس الجغرافية السياسية درسنا النهاردة بيكلم عن الحدود السياسية والفرق ما بينها وما بين ما يسمى بالتخوم الاول تعريف الحدود السياسية لازم اعرفها ان هي خطوط ترسم على الخريطة بتحدد الرقعة الارضية او المساحة الجغرافية بتاعة الدولة والتي تمارس عليها الدولة سيادتها وبتفرض عليها قوانينها وبتنتهي عندها هذه السيادة وبتبدأ سيادة دولة اخرى وعندي شرط من الشروط المهمة جدا وهو الاعتراف بهذه الحدود قد ترسم من قبل الدولة المجاورة والمجتمع الدولي لما نعرف حدود السياسية سنقول هي خطوط integrate تحدد الركعة الارضية التي تمارس عليها الدولة سيادتها وتنتهي عندها هذه السيادة وتبدأ سيادة دولة اخرى ولا بد ان تعترف بهذه الحدود الدولة المجاورة للدولة والمجتمع الدولي كله يعترف بهذه الحدود لازم نعرف كمان ان الحدود السياسية دي ظاهرة بشرية بمعنى ان الانسان هو اللي بيقوم بتحديد هذه الحدود السياسية وده طبعا بيكون طبقا او طبعا لما مصلحته الاقتصادية او السياسية او العسكرية بهدف تحديد ما يلي اول حاجة بنحدد المساحة الارضية اللي الدولة بتفد سيادتها عليها كمان بنحدد المجال الجوي والبحري التابع لسيادة الدولة وكمان بنحدد الموارد الارضية السطحية والباطنية والبحرية اللي بتسيطر عليها الدولة وتدخل ضمن حدودها سواء زكاة دي عبارة عن معادن في باطن الارض او صروات طبيعية زي اللي موجودة في البحار زي البترول والغاز الطبيعي يبقى دي تعتبر الاهداف اللي من اجلها بيتم تحديد الحدود السياسية يبقى انا بحدد مساحة الدولة بحدد مجالها الجوي والبحري بحدد مواردها الارضية السطحية والباطنية والبحرية لما نجي نتكلم عن تطوير شكل الحدود السياسية عبر الغصور هنلاقي ان الحدود السياسية كمفهوم اختلفت قديما عن حديثا فكانت قديما عبارة عن قلاع واسوار حول الممالك والدول المجاورة يعني مثلا دمنا ده صور الصين العظيم ده كان بيحدد الحدود بتاع دولة الصين قديما ده نوع من انواع الحدود السياسية القديمة او ان احنا نعمل قلاع واسوار زي ما كان بيعملها الرومان حوالين دولتهم ولما ظهرت الدولة القومية الحديثة اي الدولة ذات الحدود السياسية في القرن السبعتاشر بدأت تظهر الحدود الخطية المعروفة حاليا بالحدود السياسية يبقى ظهور الدولة القومية ارتبط بظهور الحدود السياسية وده كان في القرن السبعتاشر في القرن التسعتاشر الميلادي ظهرت ما يسمى به الفورة الصناعية الاولى في قرد اوروبا وبدأوا يستخدموا في رسم الحدود السياسية ما يسمى بعمليات المسح الميداني اللي هو تحديد مساحة الاراضي ويرسمها ويتحددها علشان كل دولة تعرف حدودها بشكل مفصل لازم نعرف ان فيه فرق ما بين الحدود السياسية وما بين الطخوم طيب ايه هو تعريف الطخوم؟ لما نجي نعرف الطخوم هنقول هي مناطق جغرافية لها مساحات ذاتة بعد طول وعرض وغير ممسوحة يعني غير محددة يعني ملهاش مساحة محددة وغير تابعة لدولة من الدول هي منطقة فضية مش بتاعت حد وانما مجرد مناطق نفوذ تفصل بين الدول المتجاورة يعني ممكن تبقى الطخوم دي عبارة عن مناطق صحراوية او غابات او جبال فهي مناطق غير ممسوحة غير محددة وليست تابعة لأي دولة من الدول وده كان الطابع المميز للحدود بين الدول فيما قبل ظهور الحدود السياسية في العصر الحديث وكانت عادة مناطق الطخوم هي مناطق صعبة وغير صالحة لاستطان البشري مثل المناطق الصحراوية كانت بتظهر غالبا مناطق الطخوم تفصل بين دول كبرى زي ما كان موجود في العصور القديمة والعصور الوسطى وعند مثال على كده الطخوم اللي كان بتفصل بين الدولة العربية الاسلامية والدولة البيزنطية وبكده نقدر نفرق ما بين الحدود السياسية وما بين الطخوم في النقاط الاتية اول حاجة ان الحدود السياسية هي خطوط تفصل بين الدول بعضها وبعض ولا يتعدى عرضها بضعة بوساط احيانا يعني عرض الحدود السياسية او طولها ما بياخدش مساحة كبيرة من الارض على العكس عندي من التخوم انها لها مساحة طول وعرض ممكن تكون غابات زي ما احنا قلنا او مناطق صحراوية او مناطق جبلية يبقى الحدود السياسية خطوط اما التخوم فهي مناطق لها طول وعرض الحدود السياسية ظاهرة بشرية بمعنى ان الانسان هو اللي بيرسم الحدود السياسية مش وجدت في الطبيعة من قبل الله عز وجل اما التخوم فهي ظاهرة جغرافية طبيعية اما تكون غابات او صحاري او مناطق جبلية الحدود السياسية ظاهرة قانونية شرعية بمعنى انها بتحدد حقوق وواجبات كل دولة من الدول التي وقعت على معاهدة الحدود السياسية فيما بينها اما التخوم فليس لها سند قانوني او معاهدة بتحدد اطارها المكاني بدقة يعني يستطيع اي احد من اي الدولتين ان هو يتجول في هذه المناطق دون مشاكل الحدود السياسية ظاهرة قابلة للنقل والحركة والتغير بل والاختفاء احيانا في حالات كثيرة لما حنشوف بعد كده ان في دول بتتغير حدودها السياسية بالكلية حنشوف الكلام دوت قدام شوي يبقى هي ظاهرة قابلة للنقل ممكن تتغير اما التخوم فهي ظاهرة سابتة لا تتغير لا يمكن تحركها مش هينفع حرك الصحاري او الجبال لا تظهر بها موارد طبيعية الحدود السياسية لا تظهر بها موارد طبيعية لان هي مجرد خطوط بترسم على الخريطة ليس لها وجود اصلا في الطبيعة اما مناطق التخوم فقد يوجد بها كثير من السروات الطبيعية لان هي بطبيعتها واخد مساحة من الارض زي الغابات والجبال وده الفرق ما بين الحدود السياسية والتخوم العوامل المؤثرة في نشأة الحدود السياسية عندنا مجموعة من العوامل العوامل ديت هي اللي قدت الى ظهور او نشأة ما يسمى بالحدود السياسية في العصر الحديث اول هذه العوامل هو زيادة عدد السكان ازاي عدد السكان يؤثر في نشأة الحدود السياسية بيقول لي ان زيادة عدد السكان في كل دولة من الدول اللي في مناطق التخوم المتجاورة مع بعضها بدأ السكان مع زيادتهم ومع تقدم وسائل النقل والمواصلات يتقدموا في مناطق التخوم حتى اذا ما التقوا في نقطة ما يعني بمعنى ان الدولة الف مثلا والدولة به بدأوا يتقدموا في مناطق التخوم لغاية لما وصلوا عند حد معين اتقابلوا هم الاثنين عند نقطة معينة كان لابد ان تحدد الحدود بين الدولة الف والدولة به بدقة لذلك بدأ رسم الحدود السياسية والمثال على ذلك في قارة اوروبا لما دول اوروبا عدد سكانها زاد وبدأ توزيل الغابات اللي موجودة بين الحدود بين الدول اضطروا الى رسم الحدود الخطية عشان يفصلوا بين الدول بدل من موضوع التخوم اللي كان موجود قبل كده يبقى كانت الغابات والجبال بمثابة تخوم فاصلة بين دول اوروبا لما زاد عدد السكان وازالوا الغابات انكشفت الارض وبدأت الدول تقترب او السكان يقترب من بعضهم فلجوا الى رسم الحدود الخطية للفصل بين الدول بدلا من التخوم السبب التاني او العامل التاني هو الحاجة الى ما يسمى بتنمية المناطق الهامشية خدوا بالكو احنا قبل كده تكلمنا عن المناطق الهامشية والمركزية على مستوى العالم انا هنا بتكلم مع عن المناطق الهامشية داخل الدولة نفسها مش على مستوى العالم يبقى الكلام هنا على المناطق الهامشية داخل الدولة بمعنى لو انا عندي دولتين الدولتين مشتركين هم الاتنين في منطقة صحراوية وكل دولة بدأت تفكر في تنمية هذه المناطق الصحراوية واستثمرها واكتشاف ما بها من موارد وبالتالي بدأوا يرسموا الحدود الخطية سواء اذا كان على اليابس او على الماء حتى يستفيدوا من هذه المناطق يبقى قدر اقول ان الحد السياسي نشأ بين الدولتين نتيجة لرغبتهم في تنمية المناطق الهامشية مثلا لو كانت مناطق صحراوية ورغبتهم في استثمار هذه الموارد واكتشاف الموارد الاقتصادية بها فبدأوا ترسيم الحدود الخطية سواء كان على اليابس او على المسطحات المائية العامل التالت حاجة اسمها المعاهدات المبرمة بين الدول يعني بمعنى ان في معاهدات هتوقع بين الدول هيتم من خلالها ترسيم الحدود السياسية وده ظهر نتيجة ان ممكن تكون دولة قوية وتجاورها دولة ضعيفة فالدولة الضعيفة دي عاوزة تحمي حدودها عاوزة تحفظ حدودها خوفا من تغيان قوة الدولة المجاورة لها على حدودها وبالتالي تبدأ تاخد الحق بتاعها علشان كده لجأت الدول الضعيفة الى عقد المعاهدات مع الدولة القوية علشان تحافظ على حدودها العامل الرابع من العوامل المؤثرة على نشأة الحدود السياسية هو ما يسمى بتقسيم الاستعمار لمستعمراته ادى تقسيم الاستعمار لمستعمراته الى نشأة الحدود الخطية زي ما حصل في المستعمارات الاوروبية في قارات اسيا وامريكا الجنوبية وافريقيا ولو بصنا لخارجة كارلة افريقيا اللي قدامنا دي هللاقي ان شكل الخارجة دي اختلف كثيرا عن شكلها فيما سبق لو شفنا خارجة افريقيا قبل الحدود الاتية او الحدود الحالية هللاقي ان هي كانت مقسمة بين مجموعة من الدول الاوروبية زي دولة انجلترا وزي دولة فرنسا وزي البرتغال وزي بلجيكا ومجموعة من الدول الاوروبية الاخر اما الشكل الحالي فده بعد ما تم رسم وتحديد الحدود بتاعة كارلة افريقيا الجزء الخامس او العامل الخامس من العوامل المؤثرة على نشأة الحدود السياسية هو الحروب واحنا عارفين ان الحروب بيبقى ليها اثر واضح على تحديد الحدود بين الدول فكان عندنا مثلا بعد الحرب العالمية التانية ما يسمى بحدود الغالب والمغلوب وخاصة بالنسبة لدولة زي دولة المانيا فكانت الحروب ذاتة اثر واضح على نشأة الحدود الخطية زي ما احنا قلنا كمثال حدود الغالب والمغلوب او حدود الهدنة اللي اصبحت بعد كده بمسابة حدود سياسية مراحل تخطيط الحدود السياسية علشان نرسم الحدود السياسية بين الدول لجأنا الى مجموعة من المراحل علشان نحدد الحدود السياسية بين الدول بشكل يعني فيه دقة وما يكونش فيه مشاكل بين الدول لذلك بدأت الدول تلجأ الى الحدود السياسية علشان ما يحصلش مشاكل بينها وبين الدول المجاورة لها تحديد او تخطيط الحدود السياسية بيمر عندي باربع مراحل المرحلة الاولى ما يسمى بمرحلة التعريف والتخطيط والمقصود بيها ان بيتم فيها وضع معاهدة للحدود بين الدولتين اللي هو حيتم بينهم رسم الحدود ودي بتشتمل على وصف الحدود والمناطق اللي هتخترقها الحدود دي وكل ما كان الوصف تفصيلي ودقيق كل ما قلت احتمالات المشاكل والاحتكاكات والنزاعات بين الدول وعلى العكس لو كان هذا الوصف غير دقيق هتحصل مشاكل كثير جدا بين الدول على الحدود يبقى دي المرحلة الاولى تسمى مرحلة التعريف والتخطيط المرحلة الثانية تسمى مرحلة التحديد مرحلة التحديد بيتم فيها اعطاء معاهدة الحد للجنة الجغرافية المسؤولة بعد طبعا الانتهاء من صياغة هذه المعاهدة وبتبدأ اللجنة تستعين بالخرائط التفصيلية والصور الجوية والمرئيات الفضائية علشان تحدد الحد وموقعه على الخرائط وممكن في المرحلة دية تظهر أو تبرز بعض المسائل الصغيرة يعني مثلا نلاقي كارية جزء منها في دولة وجزء منها في دولة أخرى أو مزرعة يقع جزء منها في الدولة والجزء الآخر في الدولة الثانية مما قد يؤدي إلى تغيير مصاري الحد عدة مئات قليلة من الأمطار هنا أو هناك في الدولة ألف أو الدولة بي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعيين ودي بيتم فيها تعيين الحد على الطبيعة وتحقيقه على الخريطة يعني رسمه على الخريطة وتحديده على الطبيعة طيب بيستعان في هذه المرحلة بنصوص المعاهدة اللي تم إبرامها والمعلومات اللي جمعها الجغرافيين في المرحلة الثانية اللي احنا اتكلمنا عنها إلى جانب الخرائط التفصيلية وتستخدم طرق مختلفة في توضيح الحد في الطبيعة علشان أحدد الحد ما بين الدولة ودولة تانية ممكن نعمل أسلاك شائكة ممكن نعمل أعمدة من الحجارة أو الأسمنت المسلح ممكن نبني صور ما بين الدولة دي والدولة الأخرى المرحلة الرابعة وهي مرحلة إدارة الحد ودي بيتم فيها المحافظة على الحد السياسي الخطي واستبقاء فعليته وحراسته حط عليه ما يسمى بحرس الحدود الاتفاق على منافذ عبور الحد نقاط التفتيش والجمارك والحراسة والتحصنات اللي موجودة على الحد ما بين الدولة ألف الدولة به وضع أو عمل لجان لفض المنازعات ووسائل حل المشاكل بين الدولتين إذا ما تم أو إذا ما حدث مشكلة على الحدود وظائف الحدود السياسية الوظائف هنا للحدود السياسية يعني إيه الأدوار اللي حيقوم بها الحد السياسي بين الدول أول دور حيقوم بالحد السياسي أو أول وظيفة هو الفصل بين الدول المفروض أن الحدود السياسية توضع على طول الحدود الحواجز ونقاط التفتيش ومراكز الحراسة والمراقبة الحدودية والمنافذ الجمهورية الخاصة بالدول وعلامات الحدود المختلفة وده بيكون كله من خلال اتفاقيات موثقة في وثائق رسمية بين الدول الى جانب ان هي بيكون موقعة على الخرائط فده بالتالي الوظيفة الاولى وهو الفصل بين الايه بين الدول الوظيفة التانية للحدود السياسية هي وظيفة الحماية والامن قديما كانت الحماية والامن هي الوظيفة الاكثر اهمية للحد السياسي وكان الغرض من اقامة الحدود السياسية هو توفير الامن والحماية من الاعتداءات المفاجأة من دولة على دولة اخرى علشان كده كانت الدفاعات العسكرية توجد على طول الحدود خاصة في المناطق اللي فيها احتمالية تعرض الدولة لغزو او لعمليات التهريم اما في الوقت الحالي فوظيفة الحد الامنية اثرت كتير جدا وسقطت نظريات الحد الامن وده كان بسبب تطور وسائل الحرب في خاصة في مداها وسرعتها وفعالية تدميرها وتخطيها للعقوات زي الجبال والغابات يبقى نقدر نقول ان الحماية والامن كانت موجودة قديما اما نظرية الحد الامن فقد اسكتت حديثا بسبب تطور وسائل الحرب طبعا التقنيات الحديثة بتساهم بدور كبير جدا في حماية الحدود من خلال المواقبة الجوية وهي الاقمار الصناعية الوظيفة التالتة من وظيف الحدود السياسية هي الحماية الاقتصادية بمعنى ان كل دولة تقدر عن طريق حدودها السياسية ان هي تحدد نصبها من الموارد الطبيعية اللي موجودة داخل الدولة سواء اذا كان في الارض او في البحر بترائب تدفق السلع والبضايع حول الحد داخليا وخارجينا عشان تمنع التهريب وبالتالي بتحافظ على اقتصاد الدولة بتحدد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة علشان تحمي منتجاتها المحلية من ما يسمى بسياسة الاغراق الاقتصادي ان انا جيب سلعة من برا تدخل جوه بلدي فبالتالي بتهدد المنتج المحلي للدولة ان هو مش هيتباع كمان بتقدر الدولة ان هي تفحص المنتجات المستوردة شوفها هتشوف اذا كانت هي صالحة لاستخدام او غير صالحة وذلك من اجل حماية مواطنيها لكي لا تتضارب مصالح الدول عند استثمار مواردها التي توجد عند الحدود تقوم الدول بما يلي بتعين حدودها بدقة تعين حدودها بدقة حتى لا تحدث منزعات بينها وبين الدول المجاورة لها من اجل استغلال هذه الموارد عقد اتفائيات خاصة بنصيب كل دولة من الثروات الطبيعية الموجودة زي البترول والغاز الطبيعي والمعادن الموجودة في باطن الارض على جانبي خط الحدود زي ما قلنا سواء اذا كان ده بالريجن او بحري طبعا هناخد مثال اه نموزجي او مثال تطبيقي في الدروس اللي جاية عن المشاكل اللي حصلت ما بين ليبيا وتونس في تحديد الحدود السياسية بتاعتهم تحديدا الحدود البحرية في البحر المتوسط بعد ظهور البترول والغاز الطبيعي في البحر المتوسط كذلك الحال بالنسبة لدول الخليج العربي لما جوم يرسمون لحدود البحرية بتاعتهم لظهور البترول والغاز الطبيعي في مياه الخليج العربي الوظيفة الرابعة هي الوظيفة السياسية والقانونية للحد يعني ايه الكلام دوت يعني كل دولة لها نظامها السياسي الخاص بيها وليها قوانينها اللي هي بتخضع عليها الشعوب بتاعتها وبالتالي كل دولة تقدر تحافظ على سيدتها وقوانينها ونظامها السياسي داخل الدولة بتاعتها وتمنع اصدار او تصدير انظمة سياسية او قوانين اخرى من دول مجاورة لها او من دول خارجية داخل الدولة دي وبالتالي الحد السياسي هو اللي بيحفظ لעلى النظام السياسي للدولة بيحفظ دي على تطبيق القوانين داخل الدولة اللي بيقض عليها كل فرد ما دام يعيشد داخل هزي الدولة حتى لو مكنش الشخص دوت من المواطنين بتوع الدول ولكنه يخضع للنظام السياسي والقوانين داخل الدولة بما انه دخل في الحدود السياسية بتاعت الدولة دي كل دولة بتسعى ان هي تحافظ على شخصيتها السياسية وسيادتها داخل حدودها وده بيكون من خلال ما يلي تمنع دخول الاشخاص غير مرغوف فيهم اللي هما ممكن يكونوا سبب من اسباب تهديد التماسق القومي للبلاد او تهديد الوحدة الوطنية للدولة تمنع الصحف والمجلات اللي ممكن تضر بسلامة الوطن وبكده نكون خلصنا دارس الحدود السياسية ونلتقي في دروس قادمة